يعني فيه ناس معزمته هاش زعلوا مني لان انا كنت عارف هادا كنت عامل فرح في البلد وعمل كاتب كتاب في فوندو يعني فانا طبعا فرح البلد ده كنت لازم اعمله ده اجباري علي لان انا عشان اهل بلدي وصحابي يعني كنت لازم ابقى فوستيهم في وقت فرحي لان ده اهم وقت لازم ابقى معي ده حاجة كويسة منك لامان بس فطبعا ما حصلش نصيب ان فيه الامن وكده رفض لان الفرح كان فيه ناس كتير جدا جاية فهم خافوا علي وخافوا على الناس فطبعا كل احترام للامن بتاع بلدنا واول ما كلموني وكده ما اتكلمتش وطلبت واللي هم قالوا طبعا وفقت علي جدا بس فعملت بقى في فندق وكده فكل الناس حتى فيه ناس صحابي زيقلت مننا عشان ما قلت لهمش لكن الحمد لله الدنيا مشت والناس كلها جات واببسطت والحمد لله يعني بس دربة البداية حروح بقى بيكم البداية خالص وانت في النشئين صغير ليه عشان نوصل رسالة للشباب اكيد محمد مجدي افشا ليه جمهوره وليه ملايين وفيه شباب صغير عايز يتعلم وده هدف الحلقة اللي انت اللي انت توصل سهل توصل بالكفاح والجهد والعرق ضربة البداية فين منه انت صغير لعبت فين مركز شباب ايه ابتدتها ازاي وإن اللي حبيبك في الكورة بس كابتن انا كنت يعني كنت كل حد وخميس وجمعة ده اجبار عندنا كان فيه لعب كورة يعني معبوية وكده وصحابه والناس كده كان التلات ايام دول فانا كنت كله اصلا كله جوي ومسحة الصبح بدري رايح المدرسة بالكورة انا اقولي يعني انا كنت طول الاسبوع بس هو الاساس عندنا كان حد خميس وجمعة بدأت اول مرة لعب كورة في مركز شباب كفر حكيم دي بلد اللي جنبي بس دي اعتبر بلد التاني يعني انا اصلا منكم بيره لكن كفر حكيم دي بلد التاني يعني كلهم صحابي عصد دي اللي بدأت فيها بعد كده رحت لعبت اسبوع بالزبط فبعد كده عمل اختبارات امبي رحت اختبارات امبي في البراجيل نجحت اللي هي كان فيها ابراهيم حسن ومحمد صلاح كان فيها اه اه بيبس او باهر انا الحقيق او ابراهيم حسن لعبت معها في بيبس بس انا لعبت اسبوع كابتن شادي ومشيت لما جال امبي وكده رحت اختبارتي نجحت كابتن عمشا خدني لعبت في نادي النيل لعبت في نادي النيل شهرين بعد كده الكابتن عمشة رحمه وديني امبي كابتن عمشة المانيال اه طبعا انا عايز اقول لك هو وداني النادي انا عارف كابتن حسام عشور كابتن احمد السيد هو حكيلي كل حاجة فبدأت بقى من نادي النين روحت امبي كابتن عمشة يعني من حظ الحلو اللي هو مسكني السنتين دول كملت معاه وبقيت اروح معاه في العربية واجي معاه في العربية وحصل بقى ظروف مادية زي ما قلت لحضرتك فاضطريت اللي انا ابعت شوية بقيت الزروف المادية يعني ما كانتش معايا فلوس اللي انا قدر اروح واجي وبصراحة انا مش من النوعية اللي بتقل على بايا ومي وكده يعني انا بحبهم ابقوا براحتهم ما حبش اطلب بقى وكلام ده حب براحتهم يعني فالدنيا في الماديات اصارت معايا شوية رحت قاعد اسبوع ما رحتش امبي اشتغلت بقى في سوق الخضار وكده فكابتن عمشة اكلمني قال لي لو ما جيتش النادي بكرة انا مش عايزك من بكرة تيجي معايا العربية وترجع معايا في العربية اول يوم رحت معايا سبني وميشة طبعا من اللي بقى